بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مودا وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي السلام عليك يا رسول الله السلام عليك وقد ملأت حياتنا نورا وبركة وما زالت أنوارك يا رسول الله تسري في حياتنا أنوار سنتك وأنوار وجودك وسلامنا عليك اللي بيخلي قلوبنا تتنور وتوصل إلى عنان السماء وتتصل أرواحنا بروحك يا حضرة النبي ويا سلام وإحنا قاعدين بنتدارس سنتك ونشوف النور الذي بشرتنا به والنور الذي تغمر قربنا به تعالوا نشوف حديث رسول الله سلام الحديث اللي بيرويه سيدنا عبد الله بن عباس وإزاي هيوصلنا إلى نور عجيب بيطمن قلوب كتيرة ويخلي قلوب كتيرة تحس أني تعبع ما رحش هدر ويحسوا بالأمان ويحسوا بالاطمئنان ويحسوا بباب الجنة اللي فتحه حضرة النبي على قلوبهم لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث اللي رواه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول من أمسى كالا من عمل يدي من أمسى كالا من عمل يدي أمسى مغفورا له من أمسى كالا من عمل يدي أمسى مغفورا له من أمسى كالا من عمل يدي أمسى مغفورا له يعني ايه يعني الشخص اللي عيبات وهو تعبان ومش قادر وبذل كل مجهوده عشان يجري على أولاده يجري على لقمة عيشه ويحترم لقمة عيشه زي ما الناس بتعبر وبتقول حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث اللي حسنه فريق كبير من العلماء وهو حديث يدعون إلى مكارم الأخلاق وعشان كده هذا الحديث اللي هو حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن في درجتي وحسن في أنواره التي تدخل على قلوبنا وعشان كده تعالوا نتكلم بقى حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيربط هنا في هذا الحديث بين المغفرة وبين إتقان العمل ده وجه من الوجوه نبص على الوجوه اللي بيعملها لنا الحديث بأول وجه بنشوف فيه الحديث أو الوجب يقول لنا أتقنوا أعمالكم أتقنوا أعمالكم فإنها باب من أبواب الجنة باب من أبواب المغفرة من شاء الله سبحانه وتعالى قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا كمان ممكن نقول أتقنوا أعمالكم فإنه غفار فالله سبحانه وتعالى غفار يغفروا الذنوب يغفروا الذنوب لمن؟ لأهل التعب ولأهل العمل بصلاح القلوب اللي كان بيشتغل بقلب وكان بيشتغل بجد ويشتغل بإتقان يبات مغفورا له طيب فيه واحد كلا تاني ما يتكلا من عمل يدي يعني الرجل الذي عمل فاستفرغ جهده زي ما بيقول كده سيدنا سوفيان الثوري عليك بجهاد الأبطال الكسب الحلال والسعي على العيال أيوة إحنا بنتكلم عن ده دلوقتي إحنا بنتكلم عن ده وإحنا في الأزمة الاقتصادية اللي إحنا فيها دي عشان نقول اللي يبيت كلم من عمل يدي ما يحسش إنه هو مقهور ولا يحس إنه هو مكسور ولا يحس إنه هو مقهور لا ده لازم يحس إنه هو مكرم وعلى تاجه وعلى جبينه تاج الغفران أنت لما عتبات كلا من عمل يديك أنت بطل ليه بطل لأنك بزلت أقصى ما في وسعك وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيبشرك أن أنت أخدت بطولة المغفرة أن ربنا سبحانه وتعالى كتبك في المغفور له ووعد حضرت النبي واضح يبقى أول حاجة إتقان العمل تاني حاجة السعي حلاوة السعي وجمال السعي هذا الحديث يؤسس إلى أن السعي ليس عبئاً ولكن السعي فوز أن أنت لما تسعى هذا فوز مش فوز بالرجولة بس ده فوز بإيه كمان؟ فوز كمان بالربانية ستصبح عبداً ربانياً إذا سعيت على أولادك ولذلك إلا حاصل الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نسعى في الأرض ونمشي في مناكب الأرض ونحن نطلب الإيه؟ نطلب السعة في الرزق المشهد الثاني اللي في من بات كلاً من عمل يديه بات مخفوراً له المسألة الثالثة أن ده إبن أوي لما نربط ده بحديث الرسول الله سلم هذه يد يحبها الله ورسوله لما الراجل كان تعبان الذي يسعى ويكل في عمله يحبه الله الله يحبه ثلاث بشريات في هذا الحديث أو البشرة أن إتقان العمل باب من أبواب فتح أبواب الجنة والأمل الحاجة الثانية أن الشخص الذي يسعى يأخذ بطولة المغفرة الأمر الثالث أن الشخص الذي يسعى ويكل في من سعيه إلا حاصل الله يحبه وعشان كده ممكن نقول أن الوجوه اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين بين تعب الإنسان في العمل وبين المغفرة دي وجوه بتخلينا نفهم أن الرسول الله سلم بيعدد لنا أسباب المغفرة ولذلك ربنا كمان في مشهد جميل أوي لازم نستحضره وإحنا سمعين أعزل الحديث مشهد أن الله يراك وأن الله ينظر إليك وأن ربنا مطلع على عملك وقل اعمله فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون هذا مشهد تاني فالعمل اللي أنت بتعمله ده محل نظر الله فإذا أكثرت من العمل حتى كللت فأنا سأقول لك شيئا مهما عارف من بقى تكلم من عمل يدي أنت عارف أنت كللت من إيه كللت من جمال النظر ربنا إليك اللي أنت تحملته من عطايا ربنا ومن نظر ربنا ومن رضا عليك خلك مش قادر تتحمل فأنت لو كنت مكسور فأنت مكسور من كتر الجمال اللي ربنا حمله لك من كتر عملك وعشان كده هالجزاء والإحسان إلا الإحسان لو أنت أحسنت لعباد الله أكيد ربنا سبحانه وتعالى يحسن إليك وكانت بشرة بداية بشرة الإحسان إن ربنا يخفر إليك بس ده مش هيكون آخر العطاء ولذلك إن الله يحب وإذا عمل أحدكم عملا أن يتقنوا وعشان كده اللي بيسعى في طلب الرزق بيكون في محل النظر الله سبحانه وتعالى علشان كده ينال المغفرة وأنا أقول لك وأقول لحضراتكم إن من الأيام دي في من أكثر الأوقات اللي إحنا محتاجين فيها العمل والجد والتعب علشان نكفي أولادنا وكمان نتصدق على أنفسنا بإن إحنا نفتح أبواب المغفرة وأبواب الهداية وأبواب المحبة ونحمي نفسنا كمان ونحمي أولادنا من زل المسألة وزل كمان الضياع يبقى إيه اللي حاصل أنا بقيت ألاقي ستات كتير بتشتكي إن الرجالة عايزة أنا آسف تعبير ده إن الرجالة عايزة تأنتخ وتقعد بقى وعندهم عذر طب ونعمل إيه مع الحال واقف وما يتصرفش عشان يجيب رزق ما يفتحش ما يفتحش إيديه ويفتح بجهد عشان يتلقى رزق أولاده لا هو عايز يقعد وخلاص زهق من التدوير على الشغل أو زهق إنه هو يشتغل وعايز يقعد ما يتصرفش وكل ما تقوله على حاجة يقول لها اتصرفي دول بقى والعايزوا بالله عقبهم كبير عند الله سبحانه وتعالى بالإضافة إنهم ضيعوا فرصة كبيرة فرصة المغفرة فحضرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعود وعشان كده لازم نعرف إن أفضل لقمة يأكلها الشخص هي اللقمة الذي يأكلها من عمل يدي فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد منكم طعاماً في الدنيا خير من أن يأكل من عمل يدي يا سلام وعلى فكرة الأنبياء كانوا بيحبوا يأكلوا من عمل أيديهم عارفين ليه عشان لما تأكل من عمل يدك الله سبحانه وتعالى ينور قلبك وعشان كده لازم تكون فاهم ده إن الأنبياء ما كانوش ممكن يسيبوا فرصة إن هو يدوءوا أجمل أكل اللي هو الأكل اللي بتأكل منين من عمل يدك ويمكن ده اللي بيعطي منزلة للناس والصعابة الكرام فاهموا كده فاهموا أن دي من سنن الأنبياء إن هم يأكلوا من عمل أيديهم فكان سيدنا عمر عمر بن خطاب رضي الله عنه ينزل الرجل ويفحصه كده بص بقى ينزل لجل نظرة تقدير واحترام حتى يعلم أنه لا حرفة له أو صنع يعني ما أنت راجب من عطال بطال ما بيشتغل ما بيشتغلش مش إنه مش لها بالشغل لا أوه كده فيقول إيه فيسقط من عينه دلالة على قلة شأنه عنده فسيدنا عمر بيقول رضي الله عنه إني لأرى الرجل فيعجبني فأقول هل له من حرفة فإن قالوا لا سقط من عيني ليه؟ لأن الشخص الذي لا يعمل ده بيسر إلى قلبه أمراض قلبية كثير منها إيه؟ منها الشخص دوت والعزو بالله إنه هو ظالم الشخص اللي بيشتغلش ده ظالم ظالم لمين؟ ظالم لمن يعولهم ظالم لنفسه لأن على فكرة العمل مش بس أداء للكسب العمل أداء للكسب الحفاظ على الهوية إن أنت رجل رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إحنا الرجل لما تجوز عاهد الله على أن ينفق لينفق لينفق ذو سعة من سعة ده عهد بينك وبين الله إن أنت تنفق على أولادك فلما تقصر في ده والعزو بالله أنت موفدش بوعدك مع الله سبحانه وتعالى عايز أقول لكم إن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر العمل مش عبادة وبس زي ما بنقول ده اعتبروا جهات في سبيل الله إيه اللي حصل تحصل عليه بالنية في الحديث رأى حضرت النبي صلى الله عليه وسلم معض الصحابة شاباً قوياً يسرعوا إلى عملي فالصحابة شفوا الصحابة وبيجري بيسرع إلى عمله فقالوا لو كان هذا في سبيل الله يعني يعني كان الجري ده في القتال وفي الدفاع عن الدين وفي صون الدين على فكرة حضرت النبي مش بس هنا بس حضرت النبي كان بيقرن أشياء كثيرة جداً ويخلها نوع من أنواع السيري في سبيل الله عارفين فاكرين حديث اللي هو حديث عينان لا تمسهم النار عين بكت عين بكت من خشية الله وعين بادت تحرص في سبيل الله فإذا حضرت النبي كان بيقول لنا أن سبيل الله واسع سبيل الله مش بس إيه القتال لا سبيل الله واسع زي كده من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع يبقى في سبيل الله واسع فمن ضمن وسع سبيل الله الولد اللي بيجري ده عشان يلحق رزقه ده الصبح بدري كده بيجري عشان يلحق رزقه فالصحابة قالوا لو كان هذا في سبيل الله فرد عليهم حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا هذا فإنه إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان ايه ده يعني كل الاسباب المرضية الجميلة الرائعة اللي تخلي الراجل حاسس ان هو راجل بيسعى على عياله بيسعى على اهله بيسعى عشان يعف نفسه ولاحظ كده لاحظ كده ايه اللي حاصل اما هو فرد او هو في اسرة او ان هو في اسرته الشخصية بيسعى عشان اسرته الخاصة الصغيرة او بيسعى عشان عيلته ابو وامه او بيسعى عشان نفسه ايه ده ده ما هو ده هي دي الاحوال بتاعت الكاسب اللي احنا بنسعى فيها قال له كل ده في سبيل الله يا سلام طب ليه في سبيل الله قال له لانه في سبيل ان يفتح يديه ليأخذ رزق الله فيشكر الله سبحانه وتعالى فهو في سبيل شكر الله هو في سبيل اخذ رزق الله وفي سبيل حمد الله وفي سبيل الرضا عن الله يبقى في سبيل الله ولا مش في سبيل الله وكأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم عايز يكبر في الحديث ده بقى بخاطر كل واحد من إخواننا اللي بيشتغلوا في مهن شق وبتتعبهم ويقولهم انتم أجركم مش في تنين يا بس ده انتم حتى لو ما أخدتوش فلوس في الدنيا وما حصلتوش اللي انتم عايزينه فانتريكم قدم صدق وفتح كبير عند الله قدامكم أجر عظيم في الآخرة بنسعى إليه بالجد والاجتهاد ان احنا نوصل به إلى المغفرة ده الناس بتقعد في رمضان وديكتايد أوله ورحمه وأوسطه ومغفرة بيكتايده عشان يوصله لمغفرة انت لو روحت البيت تعبان من شغلك حاول تستنشق قدع عبير الجنة انت مغفور ليك فالمغفرة مش بس علشان العمل وإنما ما يتلطب عليه من نتائج كمان زي هياكم من عمل يدي وينفع نفسه يتصدق كمان وكمان مكانه ودوره المجتمع اللي هيحصله وكمان عفة الأولاد والإنفق عليهم وإغنائهم أنتظروا رساتك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يتعففون الناس نفع الكون كله الحيوانات والطيور وكمان رفعة المجتمع ورفعة الوطن ورفعة البلاد كل دي أصناف وألوان وجمال من جمال من بقى تكلم من عمل يدي خلينا أقول لكم حاجة مهمة جدا مش بس المهن والحرف اليدوية هو بس اللي ممكن يبقى تكلم من عمل يدي أنا والله أقول لكم حاجة أنا أيام بروح هل كان بحس أن أنا من كتر التعامل مع المشاكل وسماع الناس والجواب عليهم وحل المشكلات بحس أن أنا تعبان بحس بحاجة غريبة جدا جدا لما أفتكر هذا الحديث بحس أن نفسي طابت بحس أن أنا ارتحت بحس والله أقول لكم حاجة سر كده لما بأسمع حديث من بأت cele من عمل يدي بأت مخفورا له بحس أن يوم ابتدى بحس أن يوم مخلص بحس أن أنا قادر أن أنا أواصل وساعات بأواصل وأom وأom بأليه إذا كنت أنا من بأت كلا من عمل يدي بأت مخفورا له يعني hermanحمدلله ربنا أنا خلاص من بأت يعني خلاص من أمس عليه الليل وهو كان من عمل يدي طب وأنا لو عملت ده تاني ربنا كريم نبقي يخليه اليوم بيومين يبقى أنا كمان لو اجتهدت مرة تانية يحصل لي اليوم بيومين خلوا بالكم يا سادة أن الإنسان يكلم من عمل يدي ليس بالضرورة أن يتعب جسمه لكن بالضرورة أنه يقوم بوجبه تلات حاجات لازم تعمل عشان تعرف أنت كلم من عمل يديك ولا أول حاجة أن تحسن في عملك وأن تكتهد أن أنت لا تتدخل جهد فإن أنت تبدع وتنتج وتعمل كل ما أقامك الله فيه الحاجة التانية أن أنت ببساطة خالص أن أنت تكون ساعي بصدق على إغناء نفسك وعفت نفسك وعفت أولادك وعفت أسلتك الحاجة التالتة وإنت متخليش جهد وفيه ناس كتيرة لازم تعرف أن كتير من اللي حولك مش طالبين منك بس يقول أنك أنت تسعة يبقى أول حاجة أن أنت تتقن عملك تاني حاجة تسعى على حاجة اللي حواليك تالت حاجة وده مهم جدا أن أنت وإنت بتسعة وبيتبقى تكلم من عمل يدك لازم العمل ده يكون مغموس في حاجة مهمة جدا مغموس في مدد الله بأن أنت ما عملتش ده وإنت الوحدة أنت صحيح بات تكلم من عمل يدك بس ربنا سبحانه وتعالى هو اللي كان عاونك ولذلك أنت هتقدر تستمر إيه وعد تصدق نفسك لما تقولك أنت مش تقدر تستمر على الحال اللي أنت فيها دي أنت هتفضل ترهق لا 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 خالص لما تحس أن أنت قلبك سرى إليه نفسك بتقولك أن العمل ده خلاص بقى استعباد ولا بقى واجع افتكر هذا الحديث افتكر هذا الحديث اللي بيشممك أنسام الجنة ويمسح على قلبك بمدد ربنا أنت بتسعة بمدد ربنا ويعيش بمدد ربنا هتحس أن أنت ما بدتش كلا من عمل يدك بل بدت في حضرة مولاك عاش ربنا سبحانه وتعالى يطعمك ويسقيك وكمان يطيب خاطرك بأنه سبحانه وتعالى قد قبلك ونظر إليك بعين مدده وبعين لطف يا رب اجعلنا من السعين على أرزاقهم دائما الذين لا يدخلون جهدا لأن في الحقيقة العمل جهاد والعمل إمداد يا رب اجعلنا أن نذوق حلاوة أننا نعمل في سبيلك ونسير إليك في كل نفس من أنفاسنا نعمل به العمل الصالح النافع الذي ينصر الخير والرحمة والجمال في حياتنا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين بعد الفاصل نلتقي بحضراتكم عشان نجيب على أسئلتكم المباركة اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بن نامج والله تعسره فنجاوب عليها ولكن بعض الفاصل رجعنا لحضراتكم وعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج والله تعسره اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة وتبقى هذه الأسئلة بابا من أبواب النور والبركة تجعل مجالس العلم مستمرة بيننا وبينكم التي نطلب بها سعة وفضل ورحمة الله وأن يسكننا في الملأ إلى أعلى خلونا نشوف أول سؤال وصلنا النهاردة على صفحتنا بيقول إيه أرضعت ابني أخي رضعة واحدة فقط ويرود الزواج من ابنتي التي رضع معها فهل يجوز هذا الزواج ده سؤال مهم جدا جدا إحنا في الحالات اللي زي دي تسألونا في الفاتوة بعمل إيه في الفاتوة بنعمل حاجة واحدة لازم نجيب الناس دي ونحقق معاها ليه أقول لكم حاجة كده وما تزعلوش فكرة ادعاء الارضاع دي بقت أحد الوسائل اللي بتحصل كتير منها أن الناس تدعاء أنها رضعت حد أنا مش بتكلم عن الحالة بتاعتنا بس أقول لكم إحنا ليه بقى نعمل الإجراءات دي ناس كتير تدعاء أنها رضعتها عشان هي مش طيقة بس ده ده ابن أخي ابن أخوية أما ممكن هي يكون بينهم حزازياته ومش عايزة تجوزه البنت فيه اللي حاصل فهي تدعي أن هي رضعته وياه في جواها بتقول أهو إيه اللي هيحصل يعني ده إحنا ما منعنوش عنه حق ده إحنا حاجة لبيت مش هيتجوز ببنته بس تجوز حد تاني وهو يتجوز حد تاني ما عملناش شر يعني إحنا كل حاجة منعنا شخص ممكن يكون مؤذي لها وساعدتي تقول اللي والله أنا عملت أنا عملت كده عشان النواية الحسنة طيب فبنعمل ايه بقى في مسألة الرضاعة دي لازم ييجي الزوج لازم ييجي الولد اللي عايز تجوز والست اللي اللي رضعت ويجوا معانا ونحقق معهم نقول لها مسلا انت رضعتي كم مرة تقول والله ده كان هو في وسط عيالي واللي فكرها مرة واحدة طيب قاعد معك يا دي قالت لي قاعد معايا سنة طيب والواد مات قالت له لا واموه كانت موجودة لا وانا اللي كنت بردعه في يا ستي معقولة في سنة واحدة ردعتي مرة واحدة قالت له ما ده لانا فكراه فعشان كده ايه اللي حاصل مش هنقدر نجاوب مش هنقدر نجاوب ليه في مسألة الرضاعة هو صحيح ان اللي بيحرم خمس رضاعات مشبعات مراعات مشبعاتي يتردع يشبع يسيب السدر يجي مرة تانية نردعه يشبع نفس الحكاية نردعه يشبع خمس مرات هو ده اللي كما ورد في حديث الرسول الله سلم ان يحرم خمس رضاعات مشبعات فخمس رضاعات مشبعات هو ده اللي بيحسن بس احنا بنقوله وخلوا بالكم اخوان اللي بيفتوا في لو سمحتوا بعد اذن حضراتكم خلوا بالكم ان الكلام اللي انت هتقوله في المسألة اللي قدامك دي هيتاخد والناس تعمل بيه فلو حصل بعد كده ليه بقى انا بقول كده شفنا كتير بقى ايه اللي شفناه افتنا الناس على انه كذا 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 فبعد شوية ايه اللي حصل افتناه ان ما فيش كذا وبعدين ايه اللي حصل ابنها ما اتجاوزهاش بس الوقت قاعد قلت له يا عيني يا ابني اسلام انا ما ردعتاش انا قلت كده بس عشان فكرة ان انت ينهرى بيض وتكون بقى ايه القلوب اتواجعت والناس والبنت راحت معرفش وكده شفنا ده وشفنا كمان ان هي تقول لا ما حصلش رضاع فالوقت تتجاوز البنت فبعد تقول على فكرة انا ردعت البنت دي معاك او انت او انا ردعته معاها شفنا بقى حاجايات كتير ويا ما بيوت حصل فيها كذا لكن من الاول خالص لما انحقق معاهم ويجي حد يحرف ساعد بنحلفهم على المصحف منحلف اللي الردعت ديت ايه على المصحف عشان بعد كده ايه اللي حاصل ما تجيش تعمل ايه ما تجيش تقول والله حصل كذا او كذا ما تغيرش كلامها خلاص طب احنا من حقنا كده من حق المفتي في بعض الاحيان يعمل بعض الاجراءات اللي بتحصل في القضاء ليه علشان يعمل الناس او المفتي موجود ليه مفتي موجود عشان يخفف على القاضي في بعض بعض الامور لو هو موجود ليه كمان عشان يرفع التنازع ما بين الناس لشغلة المفتي عشان كدا لما لما ديجي تقفت في التلفزيون هو هتكون فتويتك هتسبب نزاع ما بين الناس يبقى ايه اللي حصل يبقى انا بقوله هو احنا قلنا الاحكام العامة اللي تتعلق بمسألة التحريم من الرضاع انه لازم يبقى خمس الرضاعات مش بيعات وخلصنا من المسألة طب المسألة اللي قدامنا دي بقى لا المسألة اللي قدامنا دي تيجي الست اللي رضاعت مع الخطيب ويجوا يعملوا ايه ويجوا عندنا في ضريل افتع عشان نشوف المسألة في واقعة العين دي طب ليه لان مسائل الرضاع دي تتعلق بمسائل يا سي دي تتعلق بمسائل الفروج والشرع يحتطف حاجتين احتياط ليس بعد احتياط يحتطف مسألة الدماء والتعدي على ارواح الناس ويحتطف مسألة الفروج والتعدي على ماذا على اعراض الناس الاتنين دولة الشرع بيحتطفهم احتياط شديد جدا جدا ولازم واحنا بنتكلم وبنفتي في التلفزيون لازم نحتاط احتياط شديد جدا ان احنا بنتعامل مع ده السؤال بعد كده لو سمحت دكتور عمر انا جوزي متغرب من سنتين ومنزلشي ومعايا بنتين اعطع الكلام معايا من اربع شهور بيكلم بناته فقط وبيبعت فلوس ليهم فقط بعد تدخل الاهل قال مش عايزك واللي واللي لعيالك هتخديه وقدريني موت لا حاولي لقوة الهو وبتخديه معاشي وكله بيقول لي ربنا يعوض عليك والعمل ايه دكتور وحكم الشرع انا عايزة انزل اشتغل اصرف على نفسي وهو حرف يمين طلق ما اشتغلش كده انت حضرتك عملتيها ايه عملتيها زي ما بيقولوا كده عندنا عقرب شنيط يعني ربطت الاشياء ببعضها تعالي نمشي واحدة واحد انت سألتيني عن ثلاث حاجات وكانك سألتيني هل يجوز ان الزوج يعمل كده انه يقاطع زوجته لا ده من باب الفتن الزوج اللي ما بيتكلمش امراته وهي ست ايمع على اولادها ده راجل فتان الراجل لما طول في الصلاة على الناس وكان حب رسول الله انتو مش متخيلين ان ايه اللي حصل حضرت النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان بيصلي وبعدين لقى سيدنا معاز جنبه فقال له يا معاز في حاجة بقى ان تيعله باسمه وكان عايز يخلي الحديث ده مربوط باسم سيدنا معاز قال يا معاز اني لأ احبك فقال لي سيدنا معاز سيدنا معاز ده حب رسول الله يعني زي ما سيدنا زيد وسيدنا اسامة حب رسول الله الحب ابن الحب سيدنا معاز حب رسول الله بيحبه حضرت النبي ولذلك اعلم الناس بالحلال والحرام معاز بن جبل يحبه عشان راجل متدين وراجل عالم فكان بيحبه حضرت النبي من ورثة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاز فقال له إيه إني لأ أحبك يا معاذ فحضرت النبي قال له كده فلما قال له كده حضرت النبي حضرت النبي قصد إيه قصد إنه يبين حب رسول الله سلم ليه مره صلى بالناس فطول سيدنا معاذ طب دو حبيب رسول الله يعمل إيه بقى يقول له أفتان أنت يا معاذ يا نهرى بيض عشان بس تطول عليهم في الصلاة طب واللي طول على مراته ويخليها أربعة شهر ما يكلمهاش هي بقى ألبها بقى فيكون عونا للشيطان عليها افرد السيدي وإنت بتعمل كده وقعت في الفتنة وإحنا عندنا مثل عربي كله سقطت لا لا قطة يعني لو حصل منك إن أنت سبت حاجة في حد تاني يمسكها لو إنت فرط في احتواءها ولا عزو بالله في ناس كتيرة ومترصدين فأنت فتنتهى وفتنت نفسك طب بتعمل كده ليه عشان مشاكل حل المشاكل دي اذهب للمتخصص حل لك المشاكل دي فأول حاجة انقطاعه عن الاتصال بيكي أربعة أشهر حرام دي أول حاجة عشان بس نمشي واحدة واحدة السؤال التاني بقى هو بيبعد فلوس لأولاده وإنت لسه على زمته لازم يبعد فلوس كمان نفقتك إنت كمان هو مش بيبعد دلوقتي النفقة اللي واجبة عليه مش نفقة الأولاد بس إنتم مش متطلقين لو لسه متجوزك فأنت لازم يبعد لك نفقتك إنت كمان فلازم يبعد نفقة الأسرة مع بعض بيما فيها أنت يعني ما ينفعش يبعد فلوس مدارس وفلوس بس صاط المدارس ومعرفش إيه وإنت ما يبعد لكيش أكل تأكل بيه لا أنت لسه مراته فهو يجب عليه أنه ينفق عليك دي تاني حاجة تالت حاجة فكرة بقى أنه قدرين يموت ما قدرناكش يموت يا سيد أنت لسه موجود ولسه عايش ولسه يجب عليك أن أنت أن أنت تراعي أولادك وتراعي بيتك كلكم راعين وكلكم مسؤولين على رعائتي الرجل راعي في بيته الرجل راعي وهو مسؤول على رعائتي والمرأة راعيتهم في بيت زوجيها فأنت هي مسؤولة منك؟ آه مسؤولة من ما ينفعش يا جماعة نحن بنيجي نتكلم نيجي للزوجة نقول لها بدلا أنت زوجة ما ينفعش تمتنع عن زوجك وبعدين ييجي للزوج نقول له أنه من حقه أنه يمنع حقها ويبهدلها لا ولا عزوا بالله ده نوع من أنواع الفتنة فيتق الله سبحانه وتعالى يجي يقول لي بقى أنت مش عارف هي عملت ايه حتى لو عملت ايه عندك أنت لازم تنفق عليها زوجتك لسه على زمتك فما تجيش تقول لي عملت ايه زوجتك عليها على زمتك أنت مسؤول عنها تنفق عليها زي ما تنفق على أولادك جات بعد كده إيه اللي حصل يعتبرين يموت ويعتبرين يخد لا مش هتعتبرك موت الشرع اللي هيعتبرك قد موت الشرع بيعتبرك حي وعليك أن انت تنفق علي بيتك بيتك ده اللي هي زوجتك وأولادك ببساطة خالص عشان بس مساء الواضح بعد كده بتقول طبقه أنا أعمل ايه بقى أعمل ايه في اللي أنا فيه ده ايه طبقه ما عندهاش أكل مش قادرة تصرف على نفسها ما عندهاش شيء تصرف فيه على نفسها فايه اللي حاصل مش عارفة تعيش فهو حالف عليها أنه ما تتشتغلش لو كان جوزك وانت بتشتغلي اشتغلي ونفق عن نفسك لو جوزك وانت بتشتغلي فهو خلاص راضي بأنه راضي بأنك انت بتشتغلي بدأ جوزك وانت بتشتغلي بخلاص هو راضي بأنك انت تشتغلي لا ما كنتش بتشتغلي هو ما كانش راضي بتشتغلي فهو حالف عليها أنه ما تشتغلش هو عشان يعمل ايه؟ عشان يكسرك لا اتقل الله سبحانه تعالى تقل الله سبحانه وتعالى هي أنت لو كنت بتتعرضي للخطر ولا تجدي سبيل الحصول على مال يعني ما عندكيش أموال تخدية من أهلك يبقى ما توقعيش الحلفان بالطلاق لأن احنا مش عارفين هو حلف بإيه لو أنت عندك شيء تستطيع أن أنت تعيش بيه يعني أموال من أهلك أو شيء تستطيع أن أنت تحصل عليه عليه فخلاص ما تنزليش الشوك أما وإنك خلاص مش لقيت تاكلي ولا تشربي ولا لقيت تعيشي فلو نزلتي إلى العمل أنت معلكيش إسم ليه؟ لأن حضرة النبي في داخلي هذا في داخل قوله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فكان دا استثناء المفروض أنه هو ماله لا تأخذي منه يعني مفروض ملك الراجل دا لا تأخذي الفلوس من وراه لكن لأنه واجب على أنه هو ينفق وما أنفقش فجاز لك أن تأخذي من ماله حتى تنفقي عليه في سبيل الواجب اللي حصل دا أما وإنه كمان ما أنفقش عليك وبيعرضك للخطر خطر أن أنت ما تقدريش تعيش بشكل صحيح فلاك أن تنزلي إلى العمل ولا تكوني آثمة وهو الذي يكون آثما بأن ضيع أهله بأن ضيع أسرته حد يجي يقول لي بس أنت مش عارف أنا حرفت عليها ليه وعملت كده ليه يا سيدي احنا بنقولك ما فيش الكلام دا أنت دلوقتي المفروض تعطيها ما يكفيها وولدها بالمعروف ما أعطتهاش ما يكفيها وولدها بالمعروف تموت ولا عليها أن تسعى بكي تعفى نفسها ولا أنت عايز إيه اللي يحصل يعني لا هي أصلا وده ليس معناه أن الرجل لما ينفق على زوجته ومتفق معاها وهم ما بتشتغلش أن هي أنا بقولها روحي وهو بينفق عليها وهو متفق معاها أن هي ما تشتغلش وأن هي في ساعة من الرزق لا 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 احنا بنكلم على حالة دي فتوة تعين دي فتوة لهذه المرأة اللي جوزها ما بينفقش عليها وهي مش لا يتاكل وهو حالف عليها أن هي ما تنزلش تشتغل يبقى إيه اللي حاصل ببساطة خالص يبقى ببساطة خالص عليها أن تحافظ على نفسها طيب في حاجة كمان لازم نقولها أن في الحالة بتاعتنا دي لازم يبقى فيه تفاصيل في لفظ الطلاق يبقى إحنا بنقسم المسائل كده جاوبنا على السؤال التاني والسؤال التاني والسؤال التالي ونجاوبها على سؤال مهم جدا هو دلوقتي تلفز بالطلاق وهي مش عارفة وهي كده تبقى اتطلقت ولا ما اتطلقتش مش هجاوبك على ده لأنه لازم نحقق معاه في مسألة الطلاق وبعيد التكرار على الناس اللي بيفتوه على الهوى أرجوكم ما تفتوش على الهوى في مسائل الطلاق من غير ما تحققوا مع الزوج وأنا بقول كده أن مسائل الطلاق ليست محلا للجواب عليها الهوى عشان أسرار البيوت وعشان كمان أنت لازم تتحقق من الزوج لازم تتحقق من الزوج تسأله لكن حد يجي يقولك زوجي قال لي كذا 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 فتفتيها فيطلع زوجها قال حاجة تانية ما ينفعش مش دوت ليس هكذا نتعامل مع مسائل ليتشدد الشرع في التعامل معها وخاصة في مسألة للسائلين مسائل الفروج ومسائل الايه مسائل الاعراض ومسائل الدماء فلازم ببساطة خالص أن احنا نسأل الزوج هل ده نوع من أنواع قهر الزوجة أبدا ده نوع من أنواع التثبت وأعيد المثال داني وإحفظه المثال ده لو واحد مريض وعنده مرض خطير اطلاء مرض خطير مرض منزلي خطير مرض أسري خطير فواحد عنده مرض خطير فواحد بيقول له والله أنا ابن خلتي عنده والله مرض خطير فممكن تكشف علي وتكتب له العلاج هقول له ايه يا رجل خليك عائل وعادت ايه هاتب نخلتك أكشف عليه عشان اكتب له العلاج الصحيح كذلك في مسألة الطلاق فنصحتي أن مسألة الطلاق لا تعتبر نفسك لها مطلقة لها مطلقة ولكن زوجك لابد أنه يتصل بنا مباشرة عشان نتعامل مع مسألة الطلاق دي يا سادة أنا في الحياة مش مبسوط من كسرة الأشياء اللي بيبعها بعض الأزواج في تضيع البيوت نحن لسه بنذكر حديث الرسول الله سلم بنذكر حديث المسميه حديث البطولة حديث أن الرجل من بات كلا من عمل يده بات مغفورا له وقلنا أن من بات كلا من عمل يده بات مغفورا له يعني حصل على ماذا حصل على محبة الله حصل على تاج المغفرة حصل على أنه بات وقد مسح وجبر بخاطره يوم بنبات كلا من عمل يده بات مغفورا له ثم نضع بيوتنا في هذا الحال يا سادة اسعدوا واتشرفوا بأن كل واحد فينا بيبذل وسعه عيشوا في أنوار مغفرة الله سبحانه وتعالى هذه الأنوار سنحتاج إليها بل هذه الأنوار أنوار بركة في الحياة اللي هيغفر له هيجد حياته يسيرة وسهلة هيعيش في بساطة الباصة سبحانه وتعالى ويعيش إن حياته منورة اسعوا واكتهدوا ما يهمكمش إيه اللي حواليكم لأن الرازق من قول وراي الرازق من الرازق الله اسعوا ومحدش يخوفكم محدش يقلقكم ففي السماء رزقكم وما توعدون عيشوا ووعد تفكر إن أنت لما تبات كلم من عمل يدك أنت بدت مقهور أو بدت موجوع أنت بدت مغفور لك بدت في كنف الله بدت في حضرة مولاك يا رب لهمنا الرشد ولهمنا المدد ولهمنا القوة إن إحنا نكون في حضرتك على الدوام مهما سمى الناس اللي إحنا بنعمله دو تعب أو وجع إحنا بنسميه مدد ونظر منك يا مولانا جعلنا دايما من أهل النظر ومن أهل البركة ومن أهل الرحمة ورحمنا يا ربنا واجعل كسبنا سببا من أسباب رضاك عنا يا كريم يا ودود يا رب العالمين يا رب العالمين